اشتركوا في القناة او ميليشيوية ايرانية لتخلد السابعة والعشرين من شهر شباط الماضي تاريخا فاصلا لم تعود المجريات بعده كما كانت قبله مستجدات ادلب والشمال السوري تأخذ مجراها التصعودية بوتيرة متسارعة مهلة انقرة والتي اعطتها للنظام السوري من اجل الانسحاب الى ما وراء النقاط التركية انتهت لتبدأ تعزيزات عسكرية مرفقة بقصف جوي ومدفعي لم يكن عشوائيا هذه المرة دمر الاتراك خلال ليلتين فقط مواقع استراتيجية حساسة مدرجات ومستودعات ذخيرة اضافة لعشرات الالية العسكرية من راجمات صواريخ ودبابات ومروحيات ردف ذلك اعلان فصائل المعارضة السورية اسقاط طائرة حربية للنظام في وقت اعلن فيه الاخير اغلاق المجال الجوي في شمال غربي البلاد وهدد باسقاط اي طائرة تدخله غرات الطيران التركي كبدت النظام وميليشيات موالية له خسائر بشرية فادحة ختل في الهجوم الاول اكثر من خمسين جنديا وعنصر ميليشيا لتبدأ الجولة الثانية بعد هر بقوة النظام وتجنب موسكو الدخول في صراع عسكري مع انقرة اوقع الهجوم الجديد اكثر من عشرين عنصرا من ميليشيات ايرانية شيعية سارعت على اثرها الجماعة الموالية لايران في سوريا عزل نفسها عن الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي والتنصل من اي مسئولية عن الهجوم حيث اصدرت بيانا دعت فيه تركيا الى لغة التعقل والحوار وهو ما يسلط الضوء على حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها هذه الميليشيات في الضربات التركية خلال اليومين الاخيرين فضلا عن قلق موسكو وطهران من مواصلة انقرة العملية العسكرية ضد النظام السوري وتداعيات ذلك على صعيد مستقبل التفاهمات في وقت يسعى فيه الكريملين لانجاح عقض قمة مع اردوغان الاسبوع المقبل بهدف ابرام صفقة جديدة حول ادلب والوضع في شمال سوريا عموما اشتركوا في القناة